في إطار متابعة المستجدات عقدت لجنة تنصيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية اجتماعا طريئا في السراية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فعلنا غرفة العمليات المركزية وهذه الغرفة رح تكون اجتماعاتها مفتوحة من الآن لتفعيل كل الخطوات والأمور اللي وضعناها بخطة التوارئ الوطنية لمساعدة النازحين وإغاثتهم أكيد في شقة تعلق بالصحة عم بتقوده وزارة الصحة في شقة الإغاثة حكينا فيه اليوم بشكل مفصل في عنا الآن التقارير الأولية انتقال من أعداد من النازحين والمهاجرين إلى مناطق جبل لبنان ومناطق في البقاء الغربي وبعد بيروت هلأ تم تفعيلها في اجتماع حالي يتم الآن في وزارة الداخلية لتنصيق عمليات فتح المدارس ومراكز النازحين ومراكز استيعاب المهاجرين والنازحين في المناطق والأمور الآن مفتوحة وفعلت بشكل كبير نحن اللي بنقدر نطمم فيه أول شيء من ميلة وزارة الاقتصاد والتجارة أنه فيه تواصل دائم عم بيكون مع كل النقابات المعنية بتوزيع المواد الغذائية ونقابة مستوردي المواد الغذائية وتحديدا العمل لخطة اللي نحطت بزارة الاقتصاد لتوزيع المواد الغذائية بين المتاجر عم بحكي ضمن القطاع الخاص بكافة المناطق تحديدا اللي عم بصير فيها ارتفاع أكبر لأعداد النازحين عم نحكي اليوم بجبل لبنان عم نحكي ببيروت عم نحكي ببعض مناطق الجبل اليوم مثل علي وغيرها ففيه توزيع وفيه متابعة دائما مع التجار الكبار ومع السوبرماركت ومع المحال التجاري كلها لتخزين كميات أكبر بهاي المناطق ما شهدناه في الأصبوع الماضي كان دراماتيكيا ونتائجه كانت ضخمة على المدنيين وما نناقشه اليوم هو كيفية الاستجابة لهذه الأوضاع والناس التي هي بحاجة للمساعدة وهي تحاول الانتقال من مكان إلى آخر ريزا اعتبر أن الحلول هي دبلوماسية وسياسية ومهمته هي الدفع بهذا الاتجاعة